السنغال جامل السنغال وعندنا فاولات كتير اللي صالحنا ما ادهلناش وفيه عنف واضح السنغال النهاردة مكنيش بلعبوا كرة كانوا داخلين حرب زي ما قالهم المدرب مدرب مالهوش علاقة بكرة القدم ايضا سي سي مدرب السنغال للأسف الشديد عمل شحن للعيبة شحن للجمور وبالتالي قد المباراة كما هما يتمنوا وكما ولكن زي بقول كده الجايات اكتر الجايات ان شاء الله اكتر عنف من المدرب عنف من اللعيبة عنف من الجمهور ده دي مباراية جماعة في كرة القدم ده احنا استقبلناكم واحترمنا لان احنا شعب محترم بجد احترم كل حاجة واستقبل مانيه بالهتفات والتصفيق ما شتموش مانيه ولا شتمو اي حد بعكس المنتخب مع عكس جامير السنغال اللي شتمت صلاح وشتمت المنتخب وارهاب للمنتخب من اول مواصل لحد ما دخل الملعب دخل ملعب الازاز تريم على الشناوي تريم على صلاح لا فتاة ضد صلاح في الملعب هو فيه كده في كرة القدم هو فيه حد يميعمل كرة ده مباراة في الاخر اللي يفوز مع السلامة ولي يتغلب مع السلامة حكم فاشل حكم فاشل محماش ولادنا تركهم للسنغاليين وانا بقول لهو مفيش حاجة هتتعمل ولكن لابد ان نقدم احتجاج رسمي ضد الحكم واحتجاج رسمي ضد جامير السنغالية واحتجاج رسمي ضد كل ما جرى من اعتداءات والعنصرية بتكلم على العنصرية وانتو العمالات العنصرية لما تشتم محمد صلاح بتشتم مصر تشتم محمد صلاح بتشتم مصر شتمت الميت مليون ليه ده جاي نلعب مطش يا جماعة طب ده احنا استقبلناكم استقبلناكم احسن استقبال واد الامن المصر هو اللي بيامن صلاح هو اللي بيامن محمد صلاح مش السنغال اللي بتأمنه لانه طبعا صلاح مستهدف وكانوا مش عايز يقول عاملين ايه وعايزين يعمل ايه في صلاح ترجع يا صلاح بالسلامة ولا يهمك انت احسن لاعب في العالم وهتفضل احسن لاعب في العالم وبتغزهم وبتغز ناس كتير جدا وناس يا صلاح لانك ابن مصر البار اوعى تزعل وانا بقول لك كنا عايزين نروح كاس العالم نعم ضيعت انت عمرك بتضيع صلاح ده انت المية يعني تسعة وتسعين وتسعين مية في المية بتحط ضربات الجزاء ايه اللي حصل الاصاب الضغط مفيش احمد زيزو من احسن لعيبة اللي بيسجل ده زيزو ده من افضل ناس بيسجلوا اهداف ضربات الجزاء عمري ما شفت زيزو ضيع ضرب الجزاء ايه اللي النهاردة مصطفى محمد نزلوا عمل اللي عليه ولكن ضيع زيان بقولك اوعوا رجالة وانا بقولك اوعوا وبقولك جمهورنا كله ولادكوا دول عمل اللي عليهم ولادكوا رجالة ووصلوا لضربات الجزاء يعني مفيش هداف دخلت فينا الا هدف واحد في اول سانيتين لو كنا عفوزنا على اول سانيتين كنا اطلعنا وكنا صعدنا ولكن ارادة الله اوعى تزعل اسندوا ولادكوا وقفوا جنبهم ولادكوا تعرضوا لارهاب تعرضوا لكل حاجة النهاردة لايس لها علاقة بكرة القدم والله ولادكوا لو كرة قدم بجد بتتلعب كانوا لعبوا وكانوا صعدوا لكاس العالم اللي حصل ده بعيد عن اخلاغيات كرة القدم بعيد عن اداء كرة القدم بعيد عن الروح الرياضية ومع وفي مجاملة افاجة وواضحة من الحكم غربال اللي انا بقول عليه لا يستحق ابدا هذا الحكم يبقى موجود ولازم مصر تقدم شكوى ضد هذا الحكم المتعنت حكم المتعنت مش عايز اقول اكتر من كده الحكم المجامل لمنتخب السنغال على حساب منتخب مصر هذا حكم لا يستحق ولا يليق ان يبقى موجود في بطولة كبيرة زي كده او في مطشات كبيرة زي كده ده يحكم في اي حاجة اخرى غير هذه المطشات حكم النهاردة كان متحاملا من اللحظة الاولى من الاول الفاول دخل جون كان فاول يعني يعدي عدي جدا ده في حاجات لنا اصعب منه ما دهلناش ولكن هو جامل السنغال هو خايف على نفسه ولكن مش مهم مصر تخرج او مصر تعمل ولكن الحمد لله احنا في الاخر مصر احنا مصر ومنتخبنا منتخب عظيم ورجالتنا يرجعون بالسلامة الاهم النهاردة العودة بسلامة الله ان شاء الله ترجعوا بالسلامة فيش اي مشكلة الجايات كتير انتو سنكو صغير وهتعملوا ان شاء الله وهترجعوا امجاد الكورير مصرية وعندنا ثقة فيكم باذن الله ترجعوا اهم حاجة بالسلامة اوعوا وانا بقول انا عارف احنا كلنا زعلانين ناس بتعيط الميت مليون منتظرينكم منتظرين هذه الفرحة لاخر ثانية منتظرين الفرحة انو ربنا يكرمنا جالنا كورة واتنين وتلاتة السنغال ما رحتش عندنا الشوط الاولاني الا هي كورة الجون الشوط التاني كان بتاعنا كله كان ممكن نسجل والله اكتر من هدف الشوط التاني رحنا للوقت الاضافي والحمد لله زين بقول كده وروحنا لضربات الجزاء ملناش حظ لانها ضربات الحظ محدش يزعل ابدا ابدا نحمد ربنا والحمد لله على ما حدث ولكن لازم نبقى عارفين ولازم نفكر في اللي جاي وانا بقوله هو نفكر في اللي جاي كيروش والجهاز الفني وزين بقول كده لازم يكمله انا بطلب على الهوى عندنا بطولات عندنا حاجات تانية عندنا تصفيات تانية يكمل الجهاز الفني هذا الجهاز عمل اللي عليه وصل بينا للي احنا كنا نتمنى يعني نتمنى سواء الصعود لكاس العالم او حتى قبل كده كانت بطولة افريقية ولكن بتعمل منتخب اه محترم ان شاء الله يكون منتخب محترم لازم نساند المنتخب محدش يا جماعة يتبح المنتخب اوعوا حد يتبعهم ابدا سندوهم لو سمحتوا عمل وكل واحد فيهم والله عمل اللي عليه واكتر يعني حمدي فتح الاخر لحظة لما تعور والضرب ضرب عنف حتى مفيش انذار عمر عمل ايه عمر جابر وغير عمر جابر كل الناس اللي اصيبوا احنا غيرنا تلت تغييرات اضطرارية انت بتخيل اضطرارية عندك اه 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 رامي ربيعة اللي خرج مفيش ما تكملش رامي ربيعة تغيير اضطراري وغيره تلت تغييرات وعمر جابر لما خرج الكسر مرموش كماء يعني انت بتقل رجالتنا اتضربوا اتضربوا ضرب مبرح ده مش لعبوا كرة قدم دي ناس والله العظيم اللي عملوه متخب السنغال ده ده مكانه مش عايز يقول الملعب مكانه حاجات اخرى مش هنا مش هنا والله دي ناس والله رغم انهم محترفين ولكن النهاردة للأسف كانوا سيئين جدا وما كانوش بلعبوا كرة النهاردة النهاردة منتخب السنغال كان ببلطج انا بقولها على الهواء ايوه منتخب السنغال النهاردة لعب بلطجي لعب البلطجية ما كانش لعب كرة قدم كان بيضرب ولدنا اتضربوا الكرة دي فيها طرد الكرة اللي قدامك دي فيها طرد هل قرب الحكم ما قربش فيه كرة تانية فيها طرد هل راح الحكمه شاف ما راحش لانه حكم اعمى اعمى البصر والبصيرة وربنا يدي له على قد نيته واللي عملوا فينا وربنا ينتقم منه لانه النهاردة ظلمنا بجد الحكم مصطفى غربال ظلمنا ظلم بينا الكرة دي فيها طرد الكرة دي للفار قال له تعالى تعالى شوف فيه كارت احمر ممكن يبقى كارت احمر ممكن كارت احمر ده الفار الفار بيقول لك يا اعمى بيقول لك يا مصطفى غربال يا اعمى بقول لك تعالى ممكن ما فيها طرد ما راحش حتى بص في الفار عمرك تشوف ده شفته اه شفناه عشنا وشفنا مع مصطفى غربال في اي مكان حتى لو درجة عشرة لما الفار يقول لك تعالى شوف قد يكون فيها روح شوف يا سيدي ارضو ضميرك حتى اعمل بيقول ولا ايه ولا الحكاية تعشت وشابي ياسمين ولا ايه الموضوع هل في شابي ياسمين حصل ولا ايه يا مصطفى يا غربال اذا الفار بيندهلك وقول لك تعالى بص وشوف طب ما تروح تبص لانو كان فيها طرد وقابلها بتاعت عمر جابر كان فيها طرد حضراتكم متخيلين الظلم اللي وقع على منتخبنا وقع علينا كلنا عشان زي عشان كده بقول لحضراتكم ايه هناك تعسف وهناك ظلم تعرض طوله يا مصريين يا منتخب مصر تعرضت له الظلم الواضح اذا الفار بيقول لحاكم تعالى والحاكم مالوش علاقة بالفار طب انت شغلانتك ايه اذا الفار بيقول لك اتفضل مالدول الفار ايه ينبهك ويوضح لك لان الفار شايف قدامه كنت لازم تروح تبص لو انت عندك حسنية او لو عندك عدالة بس لعندك حسنية ولعندك عدالة لانك ظالم ظالم ومفتري وظلمتنا وظلمت مصر وظلمت منتخبنا احنا ما كناش عايزين غير حقنا بس يا مصطفى غربال ما بقول لكش جامل مصر لأ بقول لك الدين العدالة بتاعتي يا فاشل الدين العدالة بتاعتي يا فاشل وانا بقول له هذا حكم لا يستحق انه يحكم اي مطش قادم وانا بقول له لو انا من المنتخب المصري لازم اقدم احتجاج واطلب هذا الحكم لا يحكم ابدا اي مطش قادم فيها مصر ابدا على اللي شفتها النهاردة لا فرق مصرية ولا منتخب مصري على الفجور اللي شفتها النهاردة منه على الانحياس النهاردة اللي شفتها منه عشان كده بقول للمصريين منتخب بلدكم سندوه وقفوا معاه خلاص اللي عده عده خلصت المباراة مفيش كس عالم خلاص اتنين وعشرين خلاص مش رايحين قطر خلاص كنا تمنى نبقى هناك مع الكبار كنا تمنى ولكن اشتركوا في القناة